كيف يمكن للأدوات المرئية أن تساعد المصابين بالتوحد على التعلم والازدهار كثير من المصابين بالتوحد يفكرون ويتعلمون بصريا يدافع متخصص التوحد بشدة عن استخدام الأدوات المرئية لمساعدة الأطفال والبالغين المصابين بالتوحد على التعلم بشكل أفضل والعمل بشكل أكثر فاعلية في الحياة اليومية في حين أن كل شخص مصاب بالتوحد ليس في الواقع متعلما بصريا فلا شك في أن الوسائل البصرية والوسائل اليدوية وبطاقات الصور ونماذج الفيديو والأدوات ذات الصلة يمكن أن تكون مفيدة جيدا للأشخاص المصابين بالتوحد والأكثر من ذلك أن معظم هذه الأدوات يسهل العثور عليها و أو صنعها نسبيا وهي غير مكلفة للغاية كيف يمكن للأدوات المرئية أن تساعد المصابين بالتوحد على التعلم والازدهار كثير من المصابين بالتوحد يفكرون ويتعلمون بصريا يدافع متخصص التوحد بشدة عن استخدام الأدوات المرئية لمساعدة الأطفال والبالغين المصابين بالتوحد على التعلم بشكل أفضل والعمل بشكل أكثر فاعلية في الحياة اليومية في حين أن كل شخص مصاب بالتوحد ليس في الواقع متعلما بصريا فلا شك في أن الوسائل البصرية والوسائل اليدوية وبطاقات الصور ونماذج الفيديو والأدوات ذات الصلة يمكن أن تكون مفيدة جيدا للأشخاص المصابين بالتوحد والأكثر من ذلك أن معظم هذه الأدوات يسهل العثور عليها أو صنعها نسبيا وهي غير مكلفة للغاية تاريخ التفكير البصري في التوحد أصبحت فكرة أن الأشخاص المصابين بالتوحد هم مفكرون بصريون معروفة على نطاق واسع بسبب كتابات تنبل جراندين وهو مهندس بارز ومدافع عن نفسه مع مرض التوحد عندما صدر كتاب جراندين دينكينج ان بيكتشارز في عام 1995 كان له تأثير كبير على كيفية تفكير المحترفين في التوحد والتعلم أوضحت جراندين أنها تفكر بالصور وليس بالكلمات هذا يجعل مهام معينة مثل المحادثة أكثر صعوبة ولكنه يجعل المهام الأخرى مثل الهندسة أسهل بشكل ملحوظ في الستينيات خرج المنظر التربوي هوارد جاردنر بنظريته حول الذكاءات المتعددة من بين 12 نوعا من الذكاء أدرج الذكاء البصرية المكانية يشير الذكاء المرئي المكاني إلى الحكم المكاني والقدرة على التخيل بعين العقل نستخدم الذكاء المرئي عندما نتنقل في الفضاء ونجمع الألغاز ونحفظ الخرائط ونتصور تصميم الغرفة غالبا ما يكون الأشخاص المصابون بالتوحد مفكرين بصريين بالتأكيد كثير منهم بارعون جيدا في الألغاز وتنظيم الأشياء وتذكر المسارات كذلك من المنطقي وإن لم يكن دقيقا اتماما أن نقول أن الأشخاص المصابين بالتوحد متعلمون بصرينا كماذا أدوات التدريس المرئية فعالة؟ يقترح البحث أن الأشخاص المصابين بالتوحد يتعلمون بعدة طرق مختلفة في الواقع وجدت دراسة واحدة على الأقل أن الأطفال المصابين بالتوحد لديهم مهارات بصرية مكانية ضعيفة مقارنة بأقرانهم واحد وجدت دراسة أخرى لا يوجد دليل على أسلوب التعلم المرئي البارز اثنان مثل أي شخص آخر يبدو أن الأشخاص المصابين بالتوحد لديهم مجموعة من الذكاءات وأنماط التعلم ومع ذلك هناك أسباب ممتازة لاستخدام المرئيات كأدوات تعليمية وعلامات إرشادية للمتعلمين المصابين بالتوحد وينطبق الشيء نفسه على مقاطع الفيديو والوسائل اليدوية وأدوات التدريس إليكم السبب يواجه كل شخص مصاب بالتوحد قريبا صعوبة في اللغة المنطوقة لا يستخدم البعض اللغة المنطوقة على الإطلاق في حين أن معظمهم يمكنهم استخدام اللغة المنطوقة ولكنهم يجدون صعوبة في ترجمة الكلمات المنطوقة إلى معنى بسرعة عالية هذا هو أحد الأسباب التي تجعل حتى الطلاب ذوي المهارات اللغوية القوية يجدون صعوبة أو استحالة في العمل بفعالية في فصل دراسي نموذج دون دعم تسهل العناصر المرئية على الطلاب والبالغين المصابين بالتوحد فهم ما يقال أو يدرس دون الحاجة إلى فهم الكلمات المنطوقة بسرعة يمكن للأدوات المرئية أيضا أن تسمح لذوي المهارات اللغوية المحدودة للغاية بالتواصل مع الآخرين عادة ما يكون الأشخاص المصابون بالتوحد حرفية إتماما في تفكيرهم في بعض الحالة يمكن أن يؤدي ذلك إلى صعوبة فهم المفاهيم المجردة حتى الكلمات مثل أعلى وأسفل وتحت وفوق يمكن أن تكون صعبة مثل عبارات مثل على اليمين أو الأسبوع المقبل يمكن للمرئيات أن تجعل كل هذه المفاهيم مفهومة على الفور يفضل الأشخاص المصابون بالتوحد بشكل عام الإجراءات الروتينية بدلا من التغييرات العفوية في الجداول يتم روتينية معظم المدارس وأماكن العمل ولكن قد لا تكون الإجراءات الروتينية واضحة على سبيل المثال قد يتم تحديد فصل الرياضية أيام الثلاثاء في الساعة التاسعة والخميس الساعة الثانية يمكن للجداول المرئية أن تسهل التنبؤ بالروتينات ومتابعتها قلة من المصابين بالتوحد يجدون تقليد سلوكيات من حولهم نتيجة لذلك قد لا يكونون على دراية بالقواعد غير المكتوبة أو التوقعات السلوكية في بيئاتهم المختلفة يمكن للأدوات المرئية التي تتراوح من القصص الاجتماعية إلى الرسومات أن تساعد في توصيل معلومات مهمة مثل كن هادئا في الممرات واجلس عند دخولك وما إلى ذلك قد تكون بعض مهارات الأداء التنفيذي مثل إخبار واستخدام الوقت وتنظيم المواد المدرسية صعبة بشكل استثنائي للأشخاص المصابين بالتوحد يمكن للأدوات المرئية مثل المؤقتات المرئية والترميز اللوني أن تحدث فرقا كبيرا أدوات التفكير المرئي للمدرسة والحياة اليومية يشمل المتعلمون المرئيون أيضا العديد من الأشخاص غير المصابين بالتوحد عندما يستخدم معلم أو صاحب عمل أو كيان مجتمع أدوات مرئية فإنهم يجعلون الحياة أسهل لجميع المتعلمين المرئيين بعض الأدوات المرئية باهظة الثمن ومع ذلك فإن الغالبية العظمى إما منخفضة التكلفة أو مجانية يزداد سهولة العثور على أدوات التفكير المرئي عبر الإنترنت وفي شكل برامج تعد الخرائط التفاعلية وأدوات رسم الخرائط الذهنية وأدوات تصور المعلومات جزءا من المشهد الطبيعي هذا يجعل من السهل تطبيع استخدامها للأشخاص في طيف التوحد الجداول المرئية في أبسط أشكالها الجداول المرئية عبارة عن لوحات يمكن إرفاق الصور التوضيحية عليها بشكل نموذج تشير الصور التوضيحية إلى أنشطة محددة مثل الغداء والاستراحة والحافلة وما إلى ذلك قد تتضمن الجداول الزمنية أو لا تتضمن أوقات محددة يستخدم العديد من المعلمين حتى أولئك الذين لا يقومون بتعليم الأطفال المصابين بالتوحد جداول مرئية لمساعدة المتعلمين الصغار على توجيه أنفسهم إلى خطة اليوم بالنسبة للأشخاص المصابين بالتوحد ذوي المهارات عالية المستوى هناك عدد كبير من أدوات الجدولة المرئية تم تصميم معظمها لمدير المشاريع ولكن يمكن للمدرسين أو أصحاب العمل استخدامها تتضمن الجداول المرئية التقويمات والجداول الزمنية والجداول الزمنية هناك أيضا مهارات تفاعلية ورقمية في إدارة الوقت من التقويمات التفاعلية عبر الإنترنت إلى مخططات جانت عبر الإنترنت قصص اجتماعية القصص الاجتماعية هي أدوات توفر معلومات مرئية حول مجموعة من الموضوعات مثل السلوك المتوقع والحدث المخطط له والتعامل مع المشاعر والمزيد تم إنشاؤها بواسطة المعالج كارول جري وهي تشتمل بشكل عام على صور فوتوغرافية ولغة بسيطة لشرح السلوك أو معاينته أو وصفه تشمل الأمثلة القصص الاجتماعية التي يجب استخدامها قبل زيارة طبيب الأسنان أو الحصول على قصة شعر أو ركوب الحافلة أو زيارة أحد الأقارب يمكن استخدامها أيضا لإعداد الطفل للتفاعل في أماكن غير منظمة مثل الملاعب الموقتات المرئية يمكن أن يكون مفهوم الوقت وخاصة الوقت المنقضية صعبا للغاية بالنسبة للعديد من الأشخاص في طيف التوحد حتى الأشخاص الذين يمكنهم استخدام الجداول والتقاويم قد يجدون صعوبة في الشعور بمرور عشر دقائق أو فهم ما يعنيه لديك ساعة لإنهاء ذلك يمكن أن تكون أجهزة ضبط الوقت المرئية أدوات رائعة لمساعدة كل من الأطفال والبالغين على مراقبة مرور الوقت والاستجابة له أبسط هذه الأدوات بالطبع هي الساعات الرملية والتي تتوفر بأحجام مختلفة لتتبع فترات زمنية مختلفة خيار آخر هو تيم تيمر وهو جهاز بسيط يعمل بالبطارية مما يجعل من السهل رؤية مرور الوقت في غدون ساعة واحدة بطاقات الصور تم استخدام بطاقات الصور لأول مرة للأطفال المصابين بالتوحد لتحل محل اللغة المنطوقة سمحت الصور التوضيحية البسيطة للأطفال بالرد على الأسئلة أو طلب العناصر دون التحدث بكلمات بمرور الوقت تطورت الاتصال التو المرئية إلى أدوات رقمية مثل دينوفوكس وهو جهاز باهد الثمن ولكنه مفيد للغاية مع مجموعة كبيرة من الصور الرقمية للاختيار من بينها اليوم بينما لا يزال من الممكن وفي بعض الحالة مرغوب فيه استخدام البطاقات المادية يستخدم معظم الأفراد غير اللفظيين تطبيقات أيباد مثل بورد ميكر التي تعتبر غير مكلفة نسبيا ومتعددة الاستخدامات للغاية التدريس بالفيديو مثل الصور الثابتة يمكن أن تنقل مقاطع الفيديو مفاهيم قد تكون الكلمات غير فعالة يبدأ العديد من الأطفال الصغار المصابين بالتوحد في تعلم اللغة من التلفاز والأفلام بالإضافة إلى عبارات الصدى في كثير من الحالة يتعلمون استخدام هذه العبارات بشكل مناسب قبل الانتقال إلى أنماط الكلام الأكثر شيوعا يتعلم العديد من الأشخاص المصابين بالتوحد أيضا المحتوى بشكل أفضل عند تقديمهم رئيا قارنة بتقديمه لفظيا لذلك يمكن أن تكون مقاطع الفيديو التعليمية أدوات تعليمية فعالة للطلاب والموظفين في طيف التوحد تتضمن بعض المزايا الرائعة لاستخدام الفيديو كأداة تعليمية ما يلي يمكن تشغيلها راراً ادكراراً مما يسمح للمتعلمين باستعاب المحتوى الذي قد يمر عبره يمكن أن يجمع بين المحتوى المرئي واللفظي مما يسهل على المتعلم ربط الكلمات بالصور يمكن أن تكون جذابة عاطفياً كثير من المصابين بالتوحد لديهم ارتباطات عاطفية قوية بالشخصيات المفضلة نمذجة الفيديو عادة ما يتم استخدام نمذجة الفيديو لتعليم السلوكيات والمهارات الاجتماعية المتوقعة أو المفضلة هناك نوعان من نماذج الفيديو أحدهما يقوم حرفياً بنمذجة السلوكيات أو المهارات المرغوبة باستخدام الممثلين ولآخر يتضمن تسجيل الشخص المصاب بالتوحد حتى يتمكن من مشاهدة وتقييم سلوكياته الخاصة تتمثل قيمة نمذجة الفيديو جزئياً في القدرة على إظهار التوقعات الاجتماعية الرئيسية بيدلاً من التحدث عنها مثل التعرف على تعابير الوجه ولغة الجسدي فمثلاً يواجه العديد من الأطفال المصابين بالتوحد يقتنعصيباً في إدراك الحزن والقلق والعواطف الأخرى لدى شخص آخر هذا لا يعني أن الطفل المصاب بالتوحد يفتقر إلى التعاطف فيدلاً من ذلك يفتقرنا إلى القدرة على ملاحظة أن التعاطف مطلوب تعد نماذج الفيديو أكثر واقعية من الصور الثابتة الحزينة ويمكن أن تساعد الأطفال في التعرف على ما يشعر به لآخرنا قد يواجه الأفراد الأكبر سنن المصابون بالتوحد صعوبة في قراءة لغة الجسد وبالتالي لا يدركون الإشارات التي تشير إلى أنهم غير مرحب بهم أو مرحب بهم في بيئة اجتماعية قد يفوتهم أيضاً على ما تنتدل على أن شخصاً ما مهتم أو غير مهتم يمكن أن تساعد نمذجة الفيديو في سد هذه الفجوة يواجه معظم المصابين بالتوحد صعوبة بالغة في فهم القواعد الاجتماعية غير المكتوبة التي تهيمن على العديد من المواقف نتيجة لذلك قد يتحدثون كثيراً أو إقليلاً جيداً أو يقتربون جيداً من شخص آخر أو يتحدثون بصوت عال أو يرتكبون أخطاء اجتماعية يمكن لنماذج الفيديو أن توضح للمتعلمين وتخبرهم بكيفية إدارة سلوكهم بحيث يكون أقرب إلى المعايير المتوقعة معاينات الفيديو تشبه معاينات الفيديو القصص الاجتماعية الثابتة أنها توفر معاينة حرفية لما سيواجهه بالضبط الشخص المصاب بالتوحد في مكان أو موقف جديد تستخدم العديد من المنظمات المجتمعية مثل المتاحف وحدائق الحيوان معاينات الفيديو لمساعدة مجموعات المدرسة في الاستعداد للزيارات توفر هذه الخدمات للزوار بما في ذلك المصابين بالتوحد فكرة جيدة جيداً عما سيحدث عند وصولهم وما يمكن توقعه خلال الزيارة هذا يقلل من القلق والذي بدوره يسهل على الزائرين التفاعل والتعلم والاستمتاع بزيارتهم